نبتدي في البداية الأخبار مهمة جدا حصلت النهاردة سواء في كوريا أو في فلسطين بس سنة على المستوى الشخصي بعد يومين من عيد تحرير سيناء لسه مستمر في الاحتفالات بعيد تحرير سيناء 25 إبريل بعد 36 سنة من تحرير الأرض والعرض على يد قواتنا المسلحة ومازالت الحرب مستمرة لتحريرها من الإرهاب الأسود اللي بيسكن شبه جزير سيناء أو شمال سيناء في النطاق الشمالي أولا كل سنة مصر كلها بخير وكل يجي 25 إبريل هنقول مصر اليوم في عيد لكن الاحتفال ب25 إبريل لا يمكن أن يذكرنا بما سبقه من خطوات بهذا الشأن من نصر أكتوبر العظيم لابد أن نتذكر شهيد مصر الراحل العظيم بطل الحرب والسلام رئيس مصر الأسبق الرئيس أنور السلام علي رحمة الله وأيضا تحية لكل ضابط وكل جندي في قواتنا المسلحة العظيمة سواء السابقين أو الحاليين أو شهدائنا في المقدمة وكل هؤلاء في 25 إبريل احنا بنقول لأبنائنا بنقول للعالم كله هي دي مصر مصر التي لا يبيت لها جفن وحب تراب من أرضها محتلة لا وبالتالي حققنا نصر أكتوبر العظيم وبمسيرة السلام استردنا وبالمفاوضات استردنا أرضينا كاملة وبالمفاوضات استردنا طابة فاخدنا جزء عبر الحرب وجزء عبر السلام وجزء عبر المفاوضات لكن شعب مصر العظيم جيش مصر العظيم اللي بيحمي مصر عبر آلاف السنين وحتى اليوم اللي هو في مقدمة جيوش العالم الآن اللي هو الأول على مستوى العالم من حيثه شجاعت وبسالت الجندي على مستوى العالم يطلع الجندي المصري اللي بيدافع عن أرضه وطرابها اللي النهاردة جيش مصر العظيم كلنا وراه بتصدر وكلنا معه في قندق واحد وكلنا مع شرطة مصر أنا بتددي الكلام بي